رأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق المنلى عبر تقنية الفيديو كونفرنس أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول عن العام المالي القادم 2022-2023 وأكد المنلى على الدعم الذي يحظى به صعيد مصر بشكل عام والأنشطة البترولية هناك بشكل خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها الشكر لمحافظي الصعيد للدعم الذي تلقته الأنشطة البترولية هناك وبخاصة أنشطة توصيل الغاز للمنازل والسيارات وإقامة محطات التموين والتي تعكس والتي انعكست على شعور المواطنين بحسن استغلال الموارد الطبيعية في خدمتهم